قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عطائي ابن السائب قال حدثتني أم كلثمين ابنة علي قال أتيتها بصدقة كان أمر بها قالت أحد ربائي بنا فإن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ميمون أوي يا مهران إن أهل بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا ولا نأكل الصدقة